اهلا بكم مشاهدين الكرام في متابعتنا الخاصة لثورة تشرين ضد الأحزاب الفاسدة في العراق ذي واصل المنتفضون تظاهراتهم واعتصاماتهم في الساحات والشوارع المختلفة مع ازدياد القمع الحكومي والاستهداف الممنهج للمتظاهرين في بغداد وفي بقية محافظات العراق لا سيما أعمال الاغتيال وخف الناشطين في بغداد وكربلاء وبقية المحافظات التي تشهد حراكا شعبيا ثوريا مطالبا بإسقاط النظام برمته ولأجل الحوار نرحب بضيفنا في الستوديو الكاتب والباحث السياسي الوستاذ حسين السبعاء وستاذ حسين مرحبا بكم أهلا بك مرحبا وعبر الهاتف من بغداد عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين الدكتورة ذكرى عبدالصاحب ستلتحق بنا لاحقا مشاهدين الكرام فاصل ولنا عودة أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد سنناقش في هذه التغطية ثورة تشرين ضد الأحزاب الفاسدة وضد العملية السياسية في العراق وانضمت إلينا عبر الهاتف من بغداد عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين الدكتورة ذكرى عبدالصاحب الدكتورة ذكرى مرحبا بكم مرحبا بكم وحناتكم وغيثكم وجمهورنا الكريم أهلا بي دكتورة سيبدأ معكم هناك أنباء تتحدث عن توافد أعداد كبيرة من المتظاهرين في بغداد إلى ساحة التحرير وذلك للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية هل لا حدثتنا عن ذلك بشيء من التفصيل عودتنا أمو كلتم تصدح في آذاننا أن إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر ونحن ماضون إلى استجابة قدر الآن نحن كل الجماهير في المحافظات المنتفضة تحاول أن يعني مستقتلة أن تحصل على إرادتها نحن كلنا إرادة الشعب لديه إرادة قوية ولديه حب للوطن ونحتاج إلى هذه الوقفة للإستغيير الآن وما زالت الحشود تتوافد على الساحات في كل محافظات المنتفضة في بغداد وغير بغداد في بغداد أنت تعلم حضرتك اليوم الجمعة ودائما الجمعة هي يعني افتراحة للقلبة وحتى للكسبة اللي يعملون في السوق فكل من يكون ما عنده عمل يجي يعني تخلف عمل بقية اليوم إذا كان ما جاي للساحة هذا اليوم رح يجي جمعة وسبت رح يجي حي التحق بالمتباهرين ونصرين أن ننال حقوقنا إلى آخر يوم طيب أستاذ حسين سأبدأ معك الحوار ولكن أبدأ من خطبة المرجعية السيد أحمد الصافي قال في هذه الجمعة أن حادثة الوثبة والمزرة التي ارتكبت في مرآب السينك في بغداد يؤكد ضرورة خضوع السلاح لسلطة الدولة تعتقد أن المرجعية قادرة أن يكون السلاح فقط ومحصور بيد الدولة ليش تبتسم يعني أولا موضوع القوات المسلحة ليس من شأن المرجعية يعني العلماء الدين ورجال الدين مهمتهم وعض الناس وإصلاح الناس في دعوتهم للصلاة والصيام وحسن الأخلاق ولا غيرها إذا نتكلم عن قوات مسلحة من شأن العلماء الدين فإن هنا فقدنا مفهوم الدولة ومقاومات الدولة الدولة المدنية الديمقراطية البرلمانية حتى السياسيين أستاذ حسين حتى السياسيين من يريدون يخطون خطوة مثلا هي خطوة إلى الوراء وليس إلى الأمام يعني يروحون للمرجعية يا سيد هؤلاء السياسيين الشعب من خرج يريد دولة مدنية ما يريد دولة كهنوتية ولا ثيوقراطية هذا النظام انتهى إذا انتهى بالعصور الوسطى ونقل إلى إيران فهو فاشل في إيران فلا يكون تصديره لنا اليوم الشعب الإيراني تذمر من هذا النظام ولاية الفقه نأتي نحن الشعب العراق المتحضر صاحب الحضارة القديمة أن نتبنى نظاما كهنوتيا لا يصلح يعني لأي زمان وليأي مكان وحتى في العصور الوسطى لم يكن يصلح في أوروبا اليوم نحن في الشعب العراقي نتبنى مثل هذه الأنظمة أن القوات المسلحة شأنها من بيد الأماء الدين هذا الأمر غير ممكن ثم كم عالم دين عندنا وكم مرجعية عندنا بالعراق لأن العراق من بلد متعدد المكونات متعدد الأديان متعدد المدهم إذا كل واحد عنده مرجعية ويتكلم عن القوات المسلحة والشأن السياسي والقوات الأمنية نحن رح نحيش دولة طوائف العراق دولة موحدة مركزية يحتاج أنه يعيد ثقله ويعيد وزله بالمنطقة فلهذا السبب أنه أنا حقيقة لا يعني أعير أهمية كثيرة للشأن السياسي والأمني إلا لذوي الاختصاص نعم السلاح بيد الدولة ولكن من شأن القاعدة العام قوات المسلحة من شأن القيادات الأمنية من شأن وزارة الدفاع عليها أن تطالب بهذا الحق الدستوري لها فإذا نعم السلاح بيد الدولة وهذا هو الصحيح لا بد أن يكون السلاح بيد الدولة لكن منذ 2003 وإلى الآن هل السلاح بيد الدولة أم الدولة بيد المسلحين الدولة هي بيد المسلحين الخارجين على القانون فمشكلة العراق مشكلة معقدة من الملف الأمني إذا الملف السياسي إلى الملف الاقتصادي إلى الملف حتى المجتمع يمزقه هذا المجتمع طيب طيب أستاذة بهجة الدكتورة المرجعية أيضا تقول لا بد أن يخضع كل السلاح لسلطة الدولة وأيضا يشير أنتم كمتظاهرين أشار إليكم لا بد من عدم وجود مجموعة مسلحة خارج نطاق تحت اسم أو عنوان هل يقصد بذلك المتظاهرون هل المتظاهرون يحملون أسلحة لأنه هو من المرجعية عندما تقول بأنه لا بد من أن يكون السلاح بيد السلطة بيد الدولة هذا يعني أن جزء من عدكم أنتم مشمولين باعتبار أن الميليشيات تم تقليل السلاح وبالتالي هو يؤكد في خطبته على سلمية التظاهرات كيف تردين على ذلك؟ بالتأكيد لا يقصد المتظاهرين السلمين لأن السلمين شنو شاعلين غير العلم والجهاز الجوال هو يقصد هذه الميليشيات الخارجة عن إطار القانون والعرف الإنساني يقصد على هذه الميليشيات أو التجمعات أو التحذبات أو الأشخاص المنفلتين خلقياً اللي هم بالشارع يعني اللي يتربصون بأي فرصة فرصة السرق، فرصة القتل، فرصة الحرق فهو لا يقصد المتظاهرين السلمين هو يريد أن يحافظ على سلميتها يقول للآخر أنه لا تكون غير سلمي لأنه أكناس أمامك سلميين معناته بما أنه لن نقدر نضربك نحن كمتظاهرين شوء نضربك إذا أنت كنت غير سلمي يعني عليك أن تأيضا أن تكون سلمي بما أنه نحن سلمين أيضا عليك أن تكون سلمي طيب دكتور أريد أتكلم مع جنابكم الكريم على حادث مقتل الشخص اللي أطلق النار على المتظاهرين متظاهري الوثبة وأثار طبعا جدل واسع أنت ممثلة في عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين هل لديك رواية حقيقية عن هذه الحادثة؟ والله أستاذ أول شيء إحنا يعني هذه الأماكن بالذات اللي هي بالأطراف إحنا بالنسبة للمنظمين لشبابنا المضبطين والملتزمين وحققا لما يكون أكفة حادث أو شيء معين إحنا ما نقدر معين أن نقدر نشوف هذا الحادث بالضبط لأنه صعب أن نكون ويهدوا للمنفلتين والحاملين السلاح نحنا في أماكننا ما طال عن خارج هذه مناطقنا نحن في ساحة التحرير في منطقة الأماكن القريبة على التحرير يعني نواحي أبواحي التحرير فإحنا صعب أن نكون إشي حالة بالضبط نسمع فقط المقولات وأيضا نشوف الفيديوهات لكنها حقيقة مهما كان ومن كان هو هي هذه فعلة شنيعة حقيقة وإحنا نستكترها كمتظاهرين وكعراقيين وكناس يعني نحمل شيء من الإنسانية هذه جريمة نكراء يعني ينكرها العرف والدين وكل قيم الإنسانية طيب أستاذ حسين نعم أستاذ حسين حتى ما غادر هذه النقطة أظل في هذه النقطة تحديدا يعني كل الثوار أثبتوا بأنهم طبقة مثقفة متعلمة حتى الذي لم يدخل المدارس من خلال تظاهرات ثورة تشرين على مدى من واحد عشرة ولغاية الآن يعني 63 يوم تقريبا أكثر من 73 يوم 73 يوم زينة والنفق التحرير اللي كان مهمل ورسومات أنشأوا إذاعة أنشأوا مكتبة تعتقد هاي الطبقة المثقفة هذا الشباب الواعي اللي خرج من أجل العدالة والحرية وأيضا ضد الفساد تعتقد بإمكان هاي تشي ناس شفافين أن يمثلون بجثة مثلا لا هذا الأمر باستبعد أولا يعني هي عملية القتل مدانة وعملية التمثيل بالجثة مدانة حتى لو كان عدوا لا يمكن التمثيل بالجثة أنا لا أعتقد قيادة التظاهرات تقبل من مثل هذا وقد استنكرت هذا الفعل ومعلوم أنه منذ بداية والي حد هذه اللحظة هم ناس سلميين أعطوا صورة بهية عن الشعب العراقي ما أستغرب أنه بعض القيادات العراقية وسياسي العراقيين يستنكر حادثة ولا يستنكر خمسمائة حادثة حدثت علينا يعني على الأقل كإنسانية أنه نستنكر جميع الحوادث التي حدثت حدث فيها قتل الخمسمائة الذي قتلتهم الجهات الطرفة الثالثة الذي يسمونهم وهذا شخص الذي قتل في ساحة الوثبة القتل خارج القانون مستنكر ومرفوض التمثيل بالجثة مرفوض لكن لا يمكن أن أكون ازدواجي أستنكر حالة وأصمت أو أسكت على حالة أخرى هذه ازدواجية وهذا النفاق أنا لحظت من البرحة وإلى الآن آلاف الاستنكرات وهذا شيء جيد لكن لم أجد هؤلاء قد استنكروا على يعني على الخمسمائة مواطن الذي استشهد وآلاف الجرحة لا نستنكر الجميع مثل ما نستنكر هذه نستنكر الأخرى فهذه هي الشفافية وهذه هي الإنسانية حقيقة بعض الناس أراد أن يظهر إنسانيته بطريقة ازدواجية لا يا سيدي نستنكر الذي قتل خمسمائة مواطن ونستنكر هذه الحادثة ونستنكر الذي جرح الآلاف واحتقل الآلاف ونستنكر المخفيين قسرياً ونستنكر المقابرة الجماعية والجتث المجولة كل هذا يجب أن يكون مستنكر ليس واحدة فقط ومن ثم يطبلون وأجد بعض الناس ترقص على هذه الحادثة وكأنه أتت جاءتنا فرصة من ذهب لكي ننقض على هذه التظاهرات ألاحظ يعني أقرأها كذا يعني أن بعض الناس رقصت لمثل هذه الحادثة على ماذا ترقص حتى تأتي الفرصة لكي ينقض على هذه التظاهرات يا سيدة تظاهرات سلمية تظاهرات صحبة مشروع ليست فقط سلمية يعني لا يستغل سلميتها لا يستغل سلميتها بأنها ليست صحبة مشروع لا هي صحبة مشروع وستحقق هذا المشروع بإذن الله ومعها الشعب العراقي وحاضنتها الكبيرة ستحقق هذا المشروع بإذنه تعالى لكن هذه الازدواجية في الاستنكار حقيقة مرفوضة ويعني تسبب غثيان تعتقدين دكتورة ذكرى بأن من قام في هذا العمل يعني الغرض منه هو تشوي صورة المتظاهرين هل نجح في ذلك؟ نعم أحسنت لا ما نجح هو حقيقة لكن هو قصد أنه يشوي صورة المتظاهرين أولا هو عنده هدفين طبعا هذا الشخص اللي جايبي عنده هدفين أولا خافت المتظاهرين وقمع الثورة طب الكل شيء لأنه هده يردون يردون الثورة بأي طريقة بأي طريقة يعني يوميا احنا بلاحظت فيلم من أفلامهم المتبركة أنه يسووها إضافة إلى أنه هم يريدون أيضا مثل ما تفضلت حضرتك يريدون أن يشويهون الثورة ويريدون أن يخوفون الشباب حتى الشباب ترتدع أو تخافوا ويقول لك إيه إحنا نفس الشيء رح يصير بنا رح يتهم بنا ممكن يكون هذا ممكن تكون هذه الفعلة مبرر حتى الحكومة والميليشيات تستخدم العنف أكثر فأكثر ضدكم كمتظاهرين دكتورة ربما لأنه هذان اللي دي سوني هم ربما يريدون يأججون وضعية أيضا يعني يريدوني يأججون الرأي العام العالمي نظنا على اعتبار احنا كمتظاهرين دنس على هالأفعال الشامعة هذه فهما أيضا هدفهم هذا الآخر يعني أصبحت هناك ثلاث أهداف تصف بهذا الموضوع أيضا يريدون أنه يعني يعتبرون أنه ثورتنا غير فيلمية وغير إنتانية وغير نظيفة ولدينا ناس مندسة ولدينا ناس قتلة ونحن نحمل سلاح فهذا كان الهدف طيب أستاذ حسين دعنا ندخل في العمق التسريبات اللي خرجت على موضوع اختيار رئيس الوزراء من ضمن التسريبات من ضمن الأسماء قاله محمد الشيعة السوداني اللي هو عضو في حزب الدعوة وفي اتلاف دولة القانون في الدورة البرلمانية وكان سابقا هو وزير العمل والشؤون الاجتماعية تعتقد موضوع استقالته من حزب الدعوة ومن الاتلاف مقدمة حتى يختاروه هو رئيس وزراء أولا استقاله قبل ساعات من الترشيح هذه معيبة شعب العراقي ما عاد ينضحك عليه اليوم يعني هو قياده في حزب الدعوة وحزب الدعوة حزب عقائدي كيف استقاله تخلى عن هذه العقيدة مقابل المنصب ومن يقتنع من الشعب العراقي بأن محمد الشيعة السوداني قد استقال هذا الاختيار دليل على أنه سياسيين لم يعطوا للمتظاهرين ولم يستمعوا لهم لحد هذه اللحوة أنا أعتقد أكو نقطة أخرى أنه حزب الدعوة ما زال يمني نفسه بالعودة إلى رئاسة الوزراء خصوصا عندما كان عدل عبد المهدي من المدلس الأعلى فيعتبر أن المدلس الأعلى قد أخذ رئاسة الوزراء منه وهذه فرصة بأنه يعيد رئاسة الوزراء إلى حزب الدعوة أيضا إضافة لأنه محاصصة طائفية هناك محاصصة حزبية ومحاصصة عائلية داخل الحزب فمن هذا أرادوا أنه محمد الشيعة السوداني أن يكون مستقيل معقولة أنت تستقيل قبل ساعة وشعب العراقي راح يقتنع وهذا الشعب العراقي خرج منذ 75 يوم حتى واحد يستقيل قبل ساعة ويكون رئيس وزراء من حزب الدعوة خليفة المالكي هل يعقل هذا مطلب العراقيين يا سيدي على من تضحكون أنتو؟ مهي صارت المحاصصة بأنه رئيس رئاسة الوزراء من حزب الدعوة حصرا المدلس العالة عد ما أخذها هذا تبقت وعند ذاكرة سابقا أنه يبقى حزب الدعوة كدولة عميقة يريد عودة رئيسة الوزراء فيريد أنه يركب هذه الموجة ويستغل هذه التضاورات ويقدم الشيعة السوداني حتى يكون رئيس الوزراء حقيقة هذا أمر مضحك مضحك جدا لا الشعب العراقي يقبل به ولا جميع من يؤيد التظاهرات يقبل به بل حتى الكتلة السياسية أعتقد نتيجة صراعات وليس نتيجة قضية مبدئية وقيمية أيضا لم تقبل به طلب استقالة محروقة وفي غير وقتها ولا تمثل أي شيء بالنسبة للمتظاهرين ولن يقبل به من قبل التظاهرات هذا ما أعتقد به جازما دكتورة أنتم كمتظاهرين في ساحات التظاهرات في بغداد وبقية المحافظات طبعا المحافظات الفرات الأوسط والجنوب قبلون إذا يجيكم محمد الشيع السوداني لرئاسة الوزراء وهو استقال من حزب الدعوة واستقال من ائتلاف دولة القانون والله أنا أضحك أيضا مثل ما أترضى الدكتور بداية الحديث أضحك حقيقة لأنه أولا نحن نفض هذه الألعاب جملة وتفصيلة ثم نحن لا نؤمن بتدوير النفايات حقيقة لا نفايات يكفي يضحكون على دقون الشعب ضحكوا كثيرا علينا وإحنا آمنا وصدقنا بهم وقلنا اليوم ربما يعملون شيء لكنها وصار من 2003 إلى حد الآن ولا أي شيء يسوه نحن نقبل بإنسان هو أصلا داخل في صلب العملية السياسية هو أصلا من قتل من شوه من سرق من وافق على كل شيء هو أبصر شيء عندها هي شغلة دولة المشغلين أو دولة اللي ينقوهم يا للناس المتعثفة أو ما أعرف شو نسمى نسيتها بالعمل الاجتماعي إنسان وزيق عمل الاجتماعي وزارة العمل والشؤون الاجتماعي نعم النفقة اليومية اللي ينطوها شهرية للناس اللي نسيتها بالضبط المنحة أو العالة يعني العالة أو الرعاية بالضبط الرعاية الاجتماعية الرعاية الاجتماعية نطوها للناس نعم فرق مدرش كم ألف راتب من الناس هاي أبصر شيء طيب دكتورة يعني هم هم عفوان 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 بش أقول لك هاي نعم نعم تفضل يريدون أنه يطبقون أنه كلمة ما ننطيها يريدون أنه كلمة ما ننطيها فديل فون يدورون على الشعب من الخلف طيب أستاذ حسين ما ننطيها المالكي قالها عندما كان في ولايتين الرئاسة الوزراء الدليل على موضوع استقالة عبد المهدي هو كثر الضغط طبعا الضغط الجماهيري إضافة إلى أنه حزب الدعوة برمته سواء كان فصيل نور المالكي أو فصيل حيدر العبادي رفض أن يستلم المنصب عادل عبد المهدي لكن سؤالي هنا شنو العلامات الفارقة شنو المميزات اللي يجب أن تكون في رئيس وزراء حتى يقبل المتظاهرين في بغداد وفي بقية المحافظات باختصار هو أن يكون رجل وطني يمتلك مشروع وطني لكافة العراقي مش يقول لك هذا من الوطن لا يا سيد أولا هذا متهم بالفساد هذا مشارك هذا الحزب الذي ينتمي إليه هو يدير الشعن السياسي كسلطة تنفيذية من 2003 يعني خلال بس سنتين فقط سنة للدكتورة عدل علاوي وهذه السنة اللي ما اكتملت لعادل عدل المهدي بقية الفترة للعربعة عشر عام جميعها كانوا يديرها حزب الدعوة طيب وفساد في فساد وفشل يراكمه فشل ثم فشل ثم فشل إلى الآن كيف يقبل به المتظاهرين المتظاهرين يريدون يعني لن ينظرون إلى مذهب الشخص وديانته وانتمعه القومي والمذهبي والعرقي يريدون شخصية وطنية كانت من البصرة أو كانت من الموصل إن كانت من الشمال إن كانت من الجنوب من الوسط من الغرب لا يهمهم لا جغرافيته ولا مذهبه ولا ديانته يهمهم أن يكون رجل سياسي يحمل مشروعا وطنيا يخدم الشعب العراقي جميعا لأن الشعب العراقي بلد متعدد المكونات بلد متعدد المذاهب بلد لا تصلح به الطائفية وبتل ما لا يصلح فيه التكفير لا تصلح فيه الطائفية ولا تصلح فيه العرقية بلد فيه خيرات كثيرة يحتاج أيضا ذات عقلية اقتصادية عالية بحيث يحفظ هذه الأموال التي سرقت واليوم من كان لا يمتلقوه تيومه أصبح صاحب مليارات في بنوق الدول الأخرى المتظاهرين هكذا نموذجر دون أسماء ما يهمهم الأسماء لا يهمهم الطائفة ولا يهمهم المذهب ولا يهمهم الجغرافية يهمهم المشروع هذا ما أطلب المتظاهرين أستاذ حسين رح أنتقل أرجع لك في هذه النقطة تحديدا دكتورة ذكرى محمد الشياع السوداني يعني يقول لك أنا استقالية من حزب الدعوة وأيضا دب استقالة من تلاف دولة القانون تقدرون من داخل ساحة التحرير في بغداد أو في بقية الساحات بدون تحديد أن تطلعون من عدكم رئيس وزراء هل عدكم هذه الإمكانية رئاسة الوزراء بالنسبة للعراق يعني يختلف عن بقية الدول لازم يكون رئيس الوزراء عند ميليشيات حتى يقدر يسيطر على الوضع الأمني في بغداد لازم يكون يعني سابقا امتهنة أو ما رس السياسة حتى يكون رئيس الوزراء لكن هنا تعتقدين أن المتظاهرين المثقفين الشفافين الشباب وأيضا الكبار تقدرون تطلعون من عدكم رئيس وزراء بعدين هذا يقدر أن يشكل حكومة ويشكل وزارته وبالتالي يقدر يقود كبلد مثل العراق أستاذي فاضل أولا العراق ما فارغ ما خالي من هذه العقول ومن هذه الشخصيات التي تكون يعني كل الأعمالية السياسية درمتها تروح بدول اتراب اللي يسحق عليه ما نقول لشهادة والألمة لكنه خلقها لإنسانيته لألميته يعني شون نقول يعني شون نقول يعني حذاقته حذاقته أدنى ناس حذقين أدنى ناس محامين أدنى ناس أساتذة أدنى ناس مثقفين أساتذة جامعات أمداء جامعات أدنى كثير من الناس اللي موجودة لكن المشكلة ليست فينا نحن المشكلة في الحكومة ماذا تتجاوب معنا والدليل أنه اجتمعوا معهم مع برهم صالح اجتمعوا مجموعة من المحامين والأساتذة والناس بعض النخب يعني اجتمعوا معهم معرف بالضبط وقرحنا منعرف بالضبط شون اللي صار لكن المهم أكو ناس نزيهة ناس عن انفراد قدمت ناس قدمت عن طريق مجموعة مجموعة نخب يعني كثير أكو من الشخصيات اللي يقدموا لكني الحكومة ما تقبلت تجاوب ما تريد من جماعتها يعني ليش بيرشحون السوداني وحنا مرشحين ممكن مئتين شخصية مع أصل يتصعدوا يعني قدموا طالبات اللي عن طريق ألكترونيا واللي ينطرح مباشرة بالاجتماع واللي راح قدم هو أصلا للرئاسة يعني المجلس الوزراء نعم لدينا شخصيات ما شاء الله البلد مليء بهذه الشخصيات والطاقات والناس النزيهة والمحترمة يعني نحن لا نحتاج ناس كاذبة ناس تسرق من أدنى أنتقل من هذه الكلمات اللي ذكرتها حضرتها إلى أستاذ حسين السبعاء وأستاذ حسين العراق مليء بالخبرات والكفاءات كما ذكرت الدكتورة ذكرى لكن تعتقد يعني هذا الرجل المستقل هذا الرجل الوطني اللي حضرته قبل شوية نطعت مميزاته يقدر يجابه كل هذا حيتان الفساد يقدر يجابه الميليشيات تقدر يجابه يعني عملية الدمج هذا في الجيش والشرطة يقدر يجابه كل هؤلاء السياسيين اللي من 2003 لحد الآن موجودين بالحكم يعني رغم صعوبة ما ذكرت وصعوبة على أي شخصية تأتي مستقلة وطنية لرئاسة الوزراء لكنها غير مستحيلة طيب لماذا؟ لأنه سيكون معه أكبر من هؤلاء جميعا هو الشعب الشعب العراقي إذا كان بغالبيته مع هذه الشخصية شعب تيار عارم لا يستطيع أحده أن يقف بوجهه لا ميليشيات لا أحزاب لا يعني منظمات لا أي قوة لا تستطيع أن تقرأ في الشعوب طيب هذه الشخصية رغم ما ذكرت لكنها غير مستحيلة صعبة لكنها غير مستحيلة إذا كان الشعب معه واحد أيضا لا ننسى أنه العراق تزع من منظومة دولية ليس هو قارة لوحده وليس هو منفصل على المستمع الدولي على المستمع الدولي أن يساعد العراقيين لأن هناك مصالح متبادلة ما بين الدولة العراقية وما بين هذا المستمع الدولي هذه المصالح المتبادلة واحدة منها يجب أن تكون هناك حكومة مدنية للشعب العراقي وطنية تحمل هذا المشروع فلابد من مساعدة المستمع الدولي بمعنى العامل الخارجي إضافة للعامل الداخلي نعم موجودة مثل هذه الشخصيات وتستطيع وتجد هؤلاء جميعا يدخلون إلى جحورهم أم يذهبوا خارج هذا البلد ويعودوا من حيث أتوا دكتورة ذكرى أنتقل إلى موضوع يعني الحمد لله والشكر المصور والناشط في تظاهرات تشرين زيد الخفاجي عاد إلى منزلة بعد أيام من عملية الاختطاف من قبل ميليشيات مسلحة في بغداد شون التابعين مسألة الاختطافات التي تحصل بين صفوف الناشطين والمدونين عبر وسائل التواصل الاجتماعي نعم نحن دائما نتابع وندور بالضبط يعني عن هذه الناس الشباب التي يختطفون نحاول أنه يعني مثل اللجنة معلتنا أن نوصل صوتنا إلى يعني أي إنسان يقدر يوصل صوتنا إلى هيئة أمم أو اللي مسؤولين عن الإطلاق صراحهم يعني حد إحنا يوم أمس إحنا مجتمعين مع أمس كان خميس نعم مجتمعين مع المفاوضة حقوق الإنسان نعم يعني نحاول أنه ننسق معهم يعني حتى أكون يعني ناس بالظنة على الخاف قالوا يا إحنا أدنا أولاد راحا ومن ذلك الزمن من 2004 من 2006 من 2010 يعني نحاول بقريقهم تشوفونا ياهم فإحنا نحاول أنه بأي طريقة نتشبث مع أي ده تحاول أن نتساعدنا أو ندلينا على خيط من خيوط اللي نقدر يعني نطلع بيها أولادنا أو نأثر عليهم تقدرون نتحددون من اللي يقوم بعمليات الخطف تحديدا يعني للشرطة أو ميليشيات دكتورة الميليشيات كل هذا يقومون بي الميليشيات هذا يقومون بي أنا ما أنكر أنه أكو بعض منذ سنين في صفوف الشرطة والجيش حقيقي يعني لأنهما جماعتهم يعني هما الجيش من الجيش مو جيش النظام الأصل اللي كان العراقي يشايم بي اللي هو رجال سود وحيود ويقدرون يوقفون بي صح أنا بلك بي أكو ناس يعني أكو رجال ما شاء الله عدنا ضباط عدنا والدليل أنه هما دي حاربون داعش الغربية بالموصل والغربية دي حاربوا على حدود سوريا ذولة أبطال ذولة صنادي ذولة من أصل يعني أصل نظيف لأنه مندسة ولأنه مكذبه لكنه هذول اللي يمشون ذيول وراء المسؤولين ويتلوقوا لهم ويحموهم حقيقة واللي يعني يوصلون يعني يشمشمون أكو واحد جاعدت خيمة 24 ساعة بس يريد يسمع شنو أكو شنو أكو شنو دا يدور حتى وصل الأسيادة نعم فهذولا هما النكرات يعني أستاذ حسين لا يخلو لا يخلو الجيش من هؤلاء طيب أستاذ حسين أحد مشايخ بني تميم اللي يدعم تظاهرات ثورة تشرين تم اختطافه الشيخ اسمه زياد الشطي التميمي أحد شيء قبيلة بني تميم المعروفة خطفه مساء الأربعاء بعدين تبين فيما بعد أنه تم اختطافه من قبل جهات مجهولة واختاده إلى جهة غير معلومة حتى هذه اللحظة لم يعثر على الشيخ زياد الشطي التميمي تعتقد الميليشيات تقوم بعمليات الخطف خارج نطاق الدولة لو أستاذ حسين ليش تفتسل تقول لي تعتقد خير يعني يعني أجزم مو أعتقد يجب علينا أن نجزم إذا من 2003 إلى حد الآن نحن نشكك ونعتقد أم لا نعتقد علينا أن نجزم بأن ما تقوم به الميليشيات كل ما يجري هو تقوم به الميليشيات ولاحظ لحد الآن حتى عندما يطلق صراح بعض الناشطين هل يقوموا بالتحري عن هؤلاء هل يلقى القبض عليهم هل يجرى أحد من يحدد الجهة التي خطفت لا هناك عملية إرهاب كبيرة جدا داخل الدولة العراقية تمارس الميليشيات ليش ما يخطفون من داخل الساحة ليش بعدما يرجع البيت يلا يتم خطفه عادة أن هؤلاء مجرمين يدورون مناطق الفارغة خالية الطرق يبحثون عن الفرص لا يمكن أن تكون هناك فرصة داخل الساحة وساحة فيها الآلاف من المتظاهرين لا يمكن هذا الأمر غير ممكن هؤلاء يبحثون عن شخص عندما يعود إلى أسرته عندما يكون في شارع فارغ عندما يعود بالسيارة تاكسيا وإلى آخره يعني هم خفافيش ليل بعلم الدولة يشتغلون لا يمكن أنا أقول لك كيف علم الدولة ونحن دائما نقول أستاذ عسين دائما نقول الميليشيات قبل شوي حضرتك أنت ذكرت بأن الدولة لا تستطيع السيطرة على الميليشيات تلعيدها سلاح وبالتالي هي أقوى من الدولة نأخذ الكتلة البرلمانية الأكبر اليوم بالعراق أليست كتلة الفتحية وكتلة النصر هم نذنب الكتلتين طيب كتلة النصر فيها مقتدى الصدم طيب سرايا السلام لمن تتبع لمقتدى الصدم صحيح هذا إذن كتلة وفيها ميليشيا كتلة الفتح اللي تشمل قيس الخزعلي أصائب وتشمل منظمة بدر وحزب الله والخراسان وغير أليس هؤلاء كلهم في كتلة إذن هؤلاء حكومة الميليشيا التي لديها ممثل داخل البرلمان ولديها وزير كيف لا نسميها حكومة هؤلاء هم حكومة يعني المرجعية من قالت لابد من حصر السلاح بيد الدولة تقصد على ذول الميليشيا بالتأكيد لأن هؤلاء الذين لكل حزب اليوم لديه جنح عسكري هل هذا الجنح العسكري تابع لزارة الدفاع عم الداخلية هل نأتي نشكك بأنفسنا طرف ثالث وملثم ومندس وهالكلام هذا كله هناك طرفين طرف الشعب الذي مثلهم المتظاهرون وطرف الحكومة الدولة طرف ثالث لا يوجد الثالث تابع للحكومة سميه ما شئت سميه ميليشيا سميه مندس سميه ملثم سميه من خارج الحدود لا يوجد طرف ثالث وهذا ما رد نؤكد عليه طرفين فقط في الدولة العراقية طرف الشعبي مثل المتظاهرين وطرف الحكومة وأجنحتها اليوم الحزب المشارك وعنده عشر نواب وعنده ميليشيا ماذا تسمي هذه الميليشيا مهي دولة ميليشيات آه هو هانا ليد النصر إذن طالما هي دولة ميليشيات إذن طرف الثالث جزء من هذه الدولة تهت القصة جميل نعم دكتورة ذكرى أكو مفهوم أو مصطلح ذكر بأنه أصحاب القبعات الزرق سمعتوا بيها ذول القبعات الزرق تابعين إلى سرايا السلام ليش ما تكون عملية حماية المتظاهرين من دولة الفئة من دولة القبعات الزرق ليش عمليات الاختطاف والاغتيال التم بينما موجودين دولة جماعة القبعات الزرق دولة يشاركون بعملية الاختطاف ينطلون إحداثيات للمدونين الناشطين اللي يطلعون خارج التحرير لهم فعلا حماية للمتظاهرين يعني حقيقة أنا قلت لحضرتك أن الدولة أو الحكومة أو الأحزاب يلعبون مع الشعب ضحك على الذقون يعني يقرسمون سيناريوهات يعني يوم قبعات الزرق يوم قبعات صفر يوم إحنا رابضين كل هذه القبعات وكل هذه الألوان إحنا طالقين فقط بالعالم العراقي بملابسنا وبمبائمنا كل شيء ما شاعلين ليش قبعة ليش التسميات ليش التمييز إحنا مرد ميز ربما هؤلاء إحنا يعني بالضبط يعني ما شفنا يعني أكو إشياء صارت مو أمامنا مثل ما تطبق الدكتور دي يقول أن دولة خفافيش دولة بالخلاء بالأماكن الخالية بالظلام يجون يختالون إحنا ما نشوفهم بالضبط يعني أنت شوف دبامك إنسان وديتعامل وياك بكل طب وكل طيب على اعتبار هو من أبناء شعبك لكنه بالحقيقة هو جاي من دي يخلي لك يستمي بالطعام يجي القرطة كأنه جلدغة كأنه أفعى من خلفك يعني إحنا ما نؤمن به هؤلاء قليتهم خلي نسحبون إحنا أصلا جملة وتسطيلة راضين كل الأحزاب راضين كل الأحزاب سائرون ما أعرف منه دول وكل ما ريدهم شلق على قولته هو مقتدى نعم قالها على نفسه فإحنا مرد كل الأحزاب مرد العملية السياسية برمته إحنا ريد الشباب نيطلعون بالعلم يطلع الإنسان اللي يجي يريد يخدم بملابسه وبالعلم وبالموبايل مالكة بس يخدم مرده ليشي الإسلاح بإنسانيته وبقلبه وحبه على الوطن يجي يخدم يجي يخدم بالحب يجي يخدم بالسلام بالتعاخي بالتقديم الأشياء الخدمات وتقديم البلد إحنا ريد بلد يرقى لمستوى البلدان الأخرى يعني ريد نبني ريد نأمر كافي وخروا أنتوا أهل القتل يكفينا قتل يعني إحنا مش معنا قتل منذ أن تأسست الدولة العراقية أو حتى منذ أزمان عاشير طاني طال وغيره وغيره كانت أكو حروب تعبنا كافي تعبنا يعني إلى متى إحنا ننطي دم إلى متى يكفينا ريد ننعيش بسلام ما ريد ننطي دم يكفينا تعبنا الأمهات فكلت الأخوات فكلت الزوجات ترملت الأولاد تيتمت يكفينا هذا الألم إحنا يوميا دا نعيش ألم يوميا دا نشتر ألمنا منذ إمئات السنين نشتر ألمنا أستاذ حسين يعني أنطلق من عبارة قالتها الدكتورة ذكرى نريد نعيش بسلام تعتقد بأن الحكومة حكومة في بغداد ما تريد تعيشها أيضا بسلام ما تريد المتظاهرين يحققون ما يصبون إليه ريدون يعيشون بسلام دولة ديمقراطية حقيقية حرية التعبير بها مكفولة للجميع حرية التظاهر تعتقد أن الدولة أو الحكومة في بغداد تريد يعني زعزعة استقرار العراق هل معقول ذلك أستاذ حسين عندما يطالب العراقي بحقوقه أنا ذاك الدولة لا تريد أما إذ ما يكون العراقي ساكت وهو يسرق ويستولى على مؤسسات الدولة هو وميليشياته لا هو يريد الوضع يبقى على ما هو عليه أما أن تطالب بحريتك وبوطنك لا هنا لا يخدمه بقاء في السلطة هنا لا يمكن أن يتزحزح ولا يقبل لو أحرق العراق كاملا لديه استعداد أن يحرق الدولة العراقية ولا أن يتزحزح من مكانه لأن هذا النموذج كما ذكرت لا يمتلك مشروعا وطنيا ولا هو جزء من منظومة المجتمع العراقي المتجانسة هو لا يهم هذا الأمر كله بل هو يرقص على هذه التنوعات العراقية يعني إذا أفلس يرقص على التنوع العرقي الكردي العربي التركماني إذا أفلس من هذا يرقص على قضية السني والشيعي إذا أفلس من هذا يرقص على قضية الحزبية هكذا هو وجوده بالسلطة مرهون إما بسرقة والولاء للخارج غير ذلك لا مكان له على الكرسي لأن العمل الخارج الذي جاء بهم أيضا كلفهم بمثل هذه المهمة أو رسم لهم هذا السيناريو داخل هذا السيناريو بسموح لهم غير هذا السيناريو لا مكان له وقد لاحظنا أنه عندما بعض السياسيين يعني الدورة السابقة عندما يت رئيس المزراء حيدر العبادي شخصيا قال أنا إيران أبعدتني في المرحلة الأولى إيران سبحت له في المرحلة الثانية يبدو أنه إيران كانت لديها مرشح أفضل منه فأقصته على مستوى رئيس المزراء عندما يتكلم ويقول أنه إيران هي من رفضتني وقبله أيضا كان الدكتور رياد علاوي بالصريح العبارة فاز بالانتخابات الديمقراطية للحكومة البرلمانية بالضبط ب91 مقابل ولم يسمح له بتشكيل حكومة ولا أحد يتهم ولا أمم يحزنون قال الدكتور رياد علاوي إيران لم تسمح لي بتشكيل حكومة طيب إذن علينا أن ندرس ما هو المشروع الإيراني في العراق وماذا هذه الحكومة كيف ستنفذه لابد أن تنفذ هذا المشروع برعاية مصالح إيران مقدمة على المصالح العراقية لابد أن تقدم المشروع الإيراني ومبدأ تصدير الثورة وتسهل لها دخولها إلى العراق وإلى العالم العربي أيضا إذن هذه والفساد وهكذا إذن المشروع الجالس هنا يمثل المشروع الإيراني ويرعى هذا المشروع أكثر من حتى بعض الإيرانيين يعني نلاحظ بعض العراقيين بعضهم يعني حريص على مصالح إيراني أكثر من إيران نفسه يعني ملايين الشعب الإيراني الإيراني خرجت ضد نظام حكم ونائة الفقه وأجد عراقي حريص أكثر من حرصه على مصالح الوطنية يا سيدي سويها مناصفة حرص على شعبك على بلدك على مصالحك الوطنية يتريس حريص على إيران وإنت تحكم العراق وأنت جزء من العراق حالة غريبة حالة ازدواجية حالة مرفوضة والله لا نعرف اليوم كيف نسمى الخيانة ما حد نطاعت يعني لا نعرف كيف مصرح الخيانة شنه تفسيره الاصطلاحي شنه يعني سابقاً نحن كنا نعرف أنه أي تعامل وتعاون مع إيران والكين الصوينة تعتبر خيانة عظمة صحيح طيب اليوم شنه يعني الحقيقة بعد ما حد نعرف الخيانة كيف نعرفها نتمنى أنه السياسين ينطلنا كيف نعرف الخيانة حتى نشوف هذا ينطبق عليهم أم لا نحن طيب دكتورة ذكرى المتظاهرون يعني منذ اليوم الأول رفعوا شعار لا للطائفية لا للتحزب لا للأحزاب الفاسدة لا للرئاسة للوزراء الموجودين طبعاً الوزراء الموجودين الآن هم عبارة عن تدوير مثل ما تفضلت قبل قليل حضرتك مرة يكونون بالبرلمان ومرة يكونون وزراء وهكذا العملية مستمرة لكن السؤال المطروح هنا المتظاهرين نجحوا في مسألة بأن الطائفية انتهت تماماً في العراق لو بس الطائفية انتهت في ساحة التحرير بالتأكيد هذه الثورة كانت لها أطراف إيجابية حقيقة ومنجزات إيجابية وأنها ما بانت إيجابياتها لحد الآن فقط المقالبات وإن شاء الله تنفيذ لكنها إيجابياتها أنه أول شيء وحدثت الشعب على كثير من الأمور وحدثت على أن يطالب بحقها وحدثت أن ينفي الطائفية والتفرق ما بين هذه والدليل أنه بعض المناطق الغربية وحدثت للشمال يطلعون مظاهرات يعني يعني شون نقول مقتببة أو الأولاد بالمدرسة أو بعض الموظفين في متان معين أو في منطقة معينة يطلعون مظاهرات وبنفس الوقت يجون يعني في يوم من الأيام في الشايلة نحن تعرف نودي من جيبنا يعني والأيام شنا نزجد لأنه تعرف العراقي معطائي يعني الحمد لله وشكر وأولادنا كانوا يحتاجون جوشان حار ومي فكنت أنا شايلة صناديق ماء سقيلة جدا الشعب قالي أنا بيأخذها من عندي قالي أنا جاي من الموصل لحبيبي يعني أنا عليك يعني أنا مارد أخليك تتعب روح ماردك تتعب مخلتي يشيلة لأنه جاي من الموصل قالي نصبح أنا نفجر طالع وأني الظهر بعد الغداء وصالي فهذا المسافة من الفجر طالع ويجي تعبان أخليشين ماء يعني تصوروا أكو من تكريف وأكو من الفلوجة يجوا يجابوا يعني إجانة دعم من المحافظات الغربية والله يعني ما تصدق جابوا ملابسه وجابوا يعني أغطية فهذا يعني أنه هذه الثورة يعني وحدة الشعب قلب على قلب كان إحنا الفترة اللي قبل قبل الثورة كان أكو هناك كره لبعض من حقق لبعض من يعني حتى جاري ما يباوع مثل ما أنا أريد ولا أنا أباوع الجاري ربما مثل ما هو يريد كانت أكو المناكفات بالسيارة بالطريق حتى أثناء التزاحم بالسيارات بالزحمة مع السيارات هناك أكو أنا أنا الآن لا أبداً صدقني حتى هذه الشغلات تغيرت يعني المجتمع أحسه كل الشنقلب بعد هذه الثورة المباركة إن شاء الله أستاذ حسين كرة القدم وحدة العراقيين جدتي وراها الأحداث اللي صارت في التظاهرات في الأول من تشرين الأول أيضاً وحدة العراقيين نشوف بأنه أبناء المحافظات كافة عندما يسقط شهيد أو جريح يتم إسعافة بغض النظر عن خلفيتها الطائفية أو القومية نجحوا الشباب أيضاً والشابات حتى لا نهملهم وأيضاً رجال كبار السن والنساء كبيرات السن نجحوا في مسألة ود الطائفية والله ليرجعها أيام كانت أيام سودة حقيقةً في تاريخ العراق لكن تعتقد الحكومة تخشى من هذه الوحدة الوطنية اللي جسدها المتظاهرين بالتأكيد أخطر شيء على الحكومة هي الوحدة الوطنية والمشروع الوطني أنا أقول للمتظاهرين حققتم نجاح كبير جداً عجزت عجز العراقين عموماً والدول الإقليمية والأمم المتحدة والجامعة العربية من تحقيقه ونذكر عندما جلسوا بجنب الكعبة للغرض المصالح إذا تذكرون بالضبط وجلسوا في الأردن وجلسوا في الجامعة العربية وجلسوا مع الأمم المتحدة جميع هؤلاء ما حققوا ما حققوا المتظاهرين إذا تأخر تحقيق المكسب السياسي فقد تقدم على ذلك هو المكسب الاجتماعي هي الوحدة الوطنية اليوم بالساحة التظاهرات ما أحد يجرى أن يسألك أنت من نين من أي مذهب من تسني الشيع أنت كذا إلى آخره هذا الأمر تجاوز وهذا تحقيق كبير جداً يعني النصر كبير جداً للشعب العراقي نعم النصر السياسي قد تجزي يتأخر وهذا بعض الناس تنظر إلى التظاهرات فقط كمكسب سياسي نعم المكسب السياسي مهم جداً ولكن المكسب الاجتماع الذي تحقق الدين والعشائر وتذكرون هذا المضوع الوحدات اللي يتكلم جميع هؤلاء وحكومة وحدة وطنية ذات تذكرون وما تحقق وحكومة التوافق وجميع هؤلاء ما استطعوا أن يحقق لكن هؤلاء المتظاهرين حققوا هذه الوحدة الوطنية وتقدمت على المكسب السياسي ننتظر إن شاء الله المكسب السياسي أيضاً يتحقق حتى أستاذ حسين حتى في خطاب قناة الرافدي من أول ما بثت أول مرة في عشرة أربعة ألفين وستة قلنا بأنه أو هي المؤسسة مو أني يعني مو أني قلت هي المؤسسة قالت بأنه المسألة الطائفية بين الأحزاب وليس بين الشعب العراق الشعب العراقي متآلف متصاهر فيما بينه فهي المشكلة كانت في مسألة الأحزاب الموجودة هي بناتها كانت طائفية لكن الشعب ما عندها طائفية الأحزاب زائدين قوة الخارجية التي جاءت من الحزاب أو أرسلت هذه الأحزاب مشروحها مبني على الطائفية وراء تمزيق الوحدة العراقية واللحمة العراقية نعم قناة الرافدين كانت سباقة في تشخيص وتحديد هذا الأداء أنه الطائفية هي طائفية سياسية أكبر ما هي طائفية نعم الدولة العراقية أو الشعب العراقي متنوع هذا سني وهذا شيحي وهذا مسيحي وهذا إزيدي وهذا كذا لكن الوطن يجمع الجميع طبعا هذا الوطن يجمع الجميع أنا أريد أريد أعرف هذه الثورة اللي موجودة تعريفاً اصطلاحياً حقيقة نقول هي ثورة وطنية يقود الشاب الشيحي الحر نعم توصيفها الدقيق هي ثورة وطنية جميل لكن يقودها الشعب أو الشباب الشيحي الحر ونقبل بقيادتهم للدولة العراقية ليست لدينا أي مشكلة أن يتولى مقالوا عليهم شيعة الإنجليز لا يا سيدي شعة الإنجليز شريعة مداري طيب وهم شيعة فارس هذا الكلام معيب على واحد أن ينقض أبناء شعبه بهذه الطريقة معيب جداً على سياسي هذا حق مستقبل السياسي كيف يريد من الشعب بعد أن ينتخبه طيب من يتهم شعب بأنه تابع للإنجليز هذا معيب عليه هو رجل سياسي خصوصاً السياسي عليه أن ينتبه لكل كلمة قد لكن هؤلاء لا يبالوا لأنه الصندوق مزور الصندوق مزور طالما صندوق مزور لا يبالوا طيب أنتقل إلى دكتورة دكتورة الخارجية الأمريكية جددت الدعوة بأنه لا بد من وقف استهداف المتظاهرين في العراق ولوحت بأنه إذا استمر قمع المتظاهرين من خلال الاختطاف والقتل والاغتيال والأمور التي تجري ضد المتظاهرين لوحت وهددت بأنه سيتم تدويل القضية من مصلحتكم من مصلحة المتظاهرين أن القضيتكم تدول يكون لها صدى دولي من مصلحتكم هذا الفعل نعم بالتأكيد نحن نحتاج أن تدول لكن نحن نخاف أيضا لا نقع في الفند السابق إذا الحكومة اتناحت نحن نريد أن نمشي بالمعقول نريد أن نمشي بالأسس الدولية المنضبطة ما نريد أن نخسر بلدنا ولا نخسر كياننا ونرجع للمربع الأول مثل ما يقولون أنه منذ 2003 و4 و5 فقد بلدنا كل المقاومات السياسية بين البودان حقيقة نحن نحتاج نعم نحتاج من يتدخل لكنه متى يتدخل نحن قبرنا الشهرين ولحد الآن ماكو أي صد ولا أي صوت يعني يقولون أنه نحن نعتقل فلان وفلان رح نحاسب فلان وفلان لكنه لحد الآن أي تدخل ماكو أي دولة ما أجدت ست بالأخير أجدت بس للساحة وأن حقوق الإنسان تتنادي وتتجتمع وتتقدم طلبات يعني نحن بعض الأصدقاء الآن اللي بالخارج يحاولون يحضرون مؤتمرات وندوات وينددون ويوصلون صوتنا وصلون صوت بغداد والمحافظات وكل متظاهرين يوصلوا إلى المؤتمرات الخارجية لحقوق الإنسان ولمم المتحدة وغيرها وغيرها والدول يعني المنظمات المجتمعية الأخرى أنا شكرت دكتورة ذكرى عبدالصاحب عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين شكرا جزيلا أستاذ حسين السبعاوي يعني مثلا لو غير دولة قالت بأنه أنا ما أسمح باستهداف المتظاهرين وقمعهم وإذا استمرت الحكومة بهذا النهج سوف تدول القضية قضية المتظاهرين لو كانت خارج من غير دولة غير الولايات المتحدة لا يمكن صدقناها لكن هي الولايات المتحدة هي اللي أتت بهؤلاء وصلطتهم وهي جون نغربونتي هو اللي اخترع فرق الموت وغيرها شون نقدر نصدقها في عملية تدويل قضية المتظاهرين صدق الولايات المتحدة قد ما تكون مصالح دولة المتحدة دولة مصالح نعم يا دولة عظمة دولة الأولى بالعالم من حيث القوة ومن حيث التأثير الدولي هذا لا ينكر أعتقد أن المصالح الولايات المتحدة اليوم تقتضي التغيير مصالح تقتضي ومصلحة الشعب العراقي أيضا تقتضي ممكن هناك تلاقي مصالح عقدنا الشعب العراقي بمفرده بمفرده اليوم أمام هذا الغول وأمام هذه الهيمنة الميليشيوية والأمنية والنفوذ الإيراني ونفوذ بعض الدول حتى يكون ميليشيات من خارج العراق يعني عدى إيران هذا النفوذ كله الذي تغول على الشعب العراقي العراق يحتاج إلى مساعدة الدول الخارجية أو إلى التدويل حتى لو كانت أمريكا؟ حتى لو كانت أمريكا كمصالح نعم يا سيدنا نحن اليوم الولايات المتحدة تتحرك على مصالحها صحيح ولكن ما أصلحت العراق تقتضي أنه التغيير حتى لو كان مرحلي اليوم لا يمكن أن نتكلم عن بلد وشعب بعيد عن هذا المنظومة الدولية طيب هناك روسيا ورأينا ماذا فعلت في سوريا وهناك الصين ونعرف مشاريع حوالها هي هذه الدول العظمى الموجودة جميع هذه الدول تتحرك وفق مصالحها العراق تحتل هيمنة الأمريكية معلوم جدا طيب واحتلتها الولايات المتحدة فهي مسؤولة قد يجوز أنه التغيير في السياسة الأمريكية أيضا مهم جدا للشعب العراقي وقالت الدكتورة ذكرى تقول نحن نخاف لنرجع البند السابع لا البند السابع أمر مختلف آخر غير هذا الولايات المتحدة التي جاءت بها لا تستطيع ببيان صحفي هم يقدرون تأثير المتحدة على العراق هم أكثر مننا يدركون ويخشون من ذلك لكن كشعب عراقي لا بد أن يلتفحوا القيادة الوطنية حتى الولايات المتحدة لا تدخل وتأثيرها بدمان هذا المهم أن تكون هناك شخصية وطنية تفرض نفسها على الشعب العراقية تفرض أيضا الولايات المتحدة أن تتعامل مع هذه الشخصيات الوطنية فهي قضية مصالح متباحة نشكرك أستاذ حسيني شكرا جزيلا مشاهدين الكرام في نهاية تغطيتنا لهذا اليوم نتقدم بشكر الجزيل إلى الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسيني السابعاء شكرا جزيلا وأيضا نتقدم بشكر إلى عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين الدكتورة ذكرى عبدالصاحب مشاهدين الكرام نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء موسيقى موسيقى